اهلا بيكم بحلقة جديدة من عمال ايديه زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة اوي هعمل معاكم النهاردة شربة الجنباري وبلح البحر بالكاري بطريقة حلوة جدا تعالوا نشوف كده ايه هي مقادير اول وصفة معايا وهي شربة الجنباري عندي الجنباري هجيب جنباري كبير هيكون بالديل لو عارفتوا كمان تجابوه بالراس يبقى حلوة اوي نعمل عليه المرأة عندي الجنباري هكون وسط بقدونس كرافس لمون كامون توم بابريكا طماطم شاري والسلسة عندي البصل الاخضر والفلفل الاخضر المكعبات بابريكا ملح والنشا تعالوا كده نشوف اول حاجة هعملها هجيب هنا المرأة والتوم تعالوا معايا نشوف هنعمل هيا هحط هنا شوية زيت بسيط عايزة بقى اعمل المرأة بتاعتي الحلوة هحط شوية توم هنحط الكرافس كرافس بيدي طعم حلو جدا جدا وهنزل الجنباري الكبير عشان اعمل عليه المرأة مع مكعبات الخضروات لو عندي الجنباري بالراس مش هعمل بقى ايه المرأة لخضروات خالص مش هحط ايه مكعبات هيبقى هو كفاية قوي 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 عادي يلا والبصل الاخضر الله 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 كده بشوح كله مع بعض الخضرة الجميلة وبعدين رشة ملحة بسيطة لان انا حط المرأة مش هحط طبعا ايه الفلفل انا بحب قوي احط الفابريكا والكمون ونقلب تقليبة حلوة شوفوا كده مرأة حلوة ومحترمة وبعدين هنزل بايه بالتماطم تماطم الشاري لو التماطم الشاري مش متوفرة يبقى خلص هحط التماطم العادية كده انا الجنباري الحجم الكبير هجيب منه شوية مش كتير وبعدين اجيب بقى الجنباري العادي الصغير بتاعنا اللي ايه نملة منه الشربة لو عدد كبير لو مش عدد كبير خلاص اهو كده مش هحتاج اكتر من كده بس احنا ايه العدد عندنا هنا كبير فتعال نعمل كده نساوي كله وكله يدوق احلى شربة شربة جنباري حلوة جدا 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 هحط بقى هنا الفلفل بتاعي فلفل اه اخضر رومي وهحط الفلفل الحرق انتو عارفيني انا بحب الحاجة تكون مش شط شط شوية ونقلب تقليبة حلوة مع ايه بقى اللمون هالكده هالكده يلا بينا نقلب نقلب تقليبة محترمة وانا هخليها ايه محمير راسنا الشربة هحط معلقة كبيرة من السلسة اهو وهقلبها تقليبة حلوة مش هحتاج اي حاجة تاني كده عندي الشربة جاهزة وايه مقديري كلها تحطت يلا بينا نحط بقى ايه الميا بتاعي كده الله 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 على احلى شربة طبعا بقى انا عايزة اتقلها شوية اتقلها بالنشا عايزها تفضل كده هخليها كده زي ما احنا عايزين ايه هنعملها انا هتقلها السنة بسيطة جدا 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 مش هتقلها قوي فايه هجيب هنا بولة فاضية هحط حتة نشا كده شوية بصيلة قوي صغيرة مش كتير شوية قليل قوي بس عايزة ايه اتقلها سنة طبعا عايزة اقولكوا الطعم حكايات تدبيلة تدبيلة فضيعة والريحة بقى مش عايزة اوصف يعني ايه مش هتكلم انا هسيبكنتوا تجربوها وتقولولي طلعت عاملة ازاي معاكم اهو كده وهنقلب تقليبة حلوة تعالوا نطلع الفاصل احطها في طبق التقديم ونرجع مع الماصلز هعمل معاكم النهاردة بلح البحر بالكاري بطريقة حلوة قوي استنوني ورجعنا لكم بعض الفاصل تعالوا نشوف شربة الجنبري قد ايه طلعت حلوة قوي قوي ونكهتها وطعمها بمرأة لذيذة جدا انا هعمل معاكم بقى دلوقتي الماصلز او بلح البحر بالكاري بطريقة لذيذة جدا تعالوا اشوف معاكم ايه هي المقادير عندي بلح البحر عندنا الكريمة كريمة الطبخ عندي التوم الكرافس البقدونس بصل اخضر اللمون فلفل حار عندي الكاري الباودر زبدة ملح كمون وبنعمله كده بطريقة لذيذة وسهلة تعالوا نشوف اول حاجة هاخد الزبدة ونعمل ايه يلا بينا مع بعض هحط كده الزبدة في الواق بتاعي او في الحلة الحاجة الايه مهم حاجة غويطة وبعدين هنزل هنا ايه كده اهو هجيب التوم طبعا اي نوع اسماك التوم بيبقى فيه اساسي هحط الكاري بتاعي الفاودر اهم حاجة احط الكاري البودرة مع المادة الدهنية علشان ما يبقاش محبب معايا ويديني طعم بقى حلو قوي عندي هنا الكرافس كده بتحط تشويحة كده لذيذة مع الفلفل مع البصل الاخضر والفلفل الحار كده ده الميكس بتاعي الاساسي هزود عليه شوية زيت ويلا بينا نحط ايه بلح البحر بتاعنا يلا بينا ننزل ببلح البحر زي ما احنا شايفين وهبدأ بالتقليد ما بياخدش وقت خالص عايز اقول لكم من الحاجات اللي بتستوي بسرعة مع اول تشوحتين اهو كده شوفوا 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 الجمال والحلاوة هضيف هنا كده رشة ملح وهضيف الكمون وهاصر عليه اللامون بتاعنا الله الله على جمال وحلاوة بلح البحر كده بيطلع لذيذ جدا يلا بينا نقلب تقليبة حلوة شوفوا 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 ما بياخدش وقت خالص هتلاقوه فتح اول بقى ما يبدأ كده يفتح ويدي لون اورنج معانا خلاص اعرفوا انه استوى وبقى جاهز هسيبه بقى يغلي غلوتين مع ايه هحط هنا كده الخضرة معاه كده اهو الله 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 نكهة وريحة مش عايز احكيلكم لازم تتجربوا انتم بنفسكم عشان تعرفوا حلوة هحط الكريمة وهسيبه يغلي كم غلوة كده سريعة حلوة علشان اقدر اقدمه يلا بينا بصوا بقى بالصاص الصاص ده اللي هو اللي لازم يتغمس عارفين انت حمصوله عيش ويبقى جاهز على طول التغمس اهو كده اهو هسيبه يغلي غلوة ويتقدم على طول بصوا جاهز وجميل وطعمه وطعمه اهو يلا بينا نجيب طبق التقديم بتاعنا يلا بينا ننزل بصوا بقى الجمال الله 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 على حلاوة على حلاوة الطبق وجماله تدبيلة مظبوطة طعم حلو نتقدم عملنا مع بعض النهاردة وصفات لذيذة جدا عملنا شربة الجمبري الحلوة قوي قوي عملنا كمان مع بعض بلح البحر بالكاري بطريقة حلوة سهلة وسريعة ومتجددة اتمنى تكون وصفة حلوة ووصفة الجمبري عايزكوا تجربوها وتقولولي دايما ابعتولي على صفحة البرنامج عماية الاداية على فيسبوك سي بي سي صفرة على انستجرام واستنوني في حلقة جديدة من عماية الاداية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة